وخلال كلمة له في قمة جدة قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يسعى لتعزيز بيئة الحوار في الشرق الأوسط مؤكدا أهمية إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية لوقف الاعتداءات ولفت الانتباه إلى أن العراق ماض بالربط الكهرباء مع الخليج والأردن ومصر واقترح إنشاء بنك يهتم بالتنمية والتطوير في المنطقة يسعى العراق إلى تعزيز بيئة الحوار في منطقتنا ويعتبر أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر مصالح شعبنا كما تخدم مصالح شعوب المنطقة أبرمنا مجموعة اتفاقات للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك قمنا بربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية النصر العربية تبرز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بما لبي الطموحات والحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاهتداءات بحق الشعب الفلسطيني يخترح العراض إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ويهتم البنك بالتنمية الأقليمية المستدامة عبر تومي المشاريع في البنى التحتية التي من شأنها تساعد في ربط اقتصاديات المنطقة ويضع البنك في أولوياته تطوير شبكة الكهرباء الأقليمية وخطوة نابيب النفط والغاز وشبكات الطرق السريعة والموانة والمطارات